السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب بتكونوا بخير يا رب معاكم شمس من قناتي اكلة وحاجة حلو ايه رأيكم في الترطاية الحلوة دي ده اول شغلة ليا يا بنات بعد العيد ترطة عروسة هي طرة الابراحة متن بيكون لها شكل حلو كده او روح سبحان الله فانا حبيت اشارككم الفيديو وتقولولي رأيكم بصراحة شكلها طبيعة احلى بكتير يلا عايزة رأيكم في الكومنتات تقولولي رأيكم ايه اه هو بصراحة كان المفروض الورد ده يكون صناعي بس هم طلبوه بالكريمة والحمد لله يعني تلا الشكله برضو حل اه حاولت ازبطه على قد ما اقدر اه حبيت اشارك معاكم الفيديو عشان اللي حابب ياخد شكرة عن طورة الافراح يا رأيكم ببنات حلوة يلا ما تنسوش تعملولي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انتو لسه مشتركتوش اول مرة تشوفوني الورد ده بك كريمة يا بنات عملت لون الورد افوايت في فوشيا او بانك كده اه وحطيت عريس وعروسة على الترطاية من فوق عشان اربط الموضوع بالمناسبة شوية اه الترطاية نفسها عملت لونها ابيض عشان فرح هما كانوا حابين يكون لونها ابيض يا رأيكم بصراح يا بنات على الطبيعة التحفة تحفة تحفة الموبايل او التصوير اه ظلمها قوي بصوا هي تلات ادوار انا حطيت الدور الكبير من فوق وفالاصغر فالاصغر اه في الاول بصراحة كنت بحط العكس كنت بحط الدور الكبير تحت والاصغر حاجة فوق فقولولي رأيكم كده احلى ولا لما كنت بحط الدور الكبير الصغير فوق بس انا شايفة ان كده احلى فعشان كده بدلت يلا كانت معاكم شانس من قناتي اكلة وحاجة حلوة شوفوني الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته